اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج حلقة الوصل حلقة شفتم في اول حلقة مبارح ان احنا حاولنا نبقى حلقة الوصل بالفعل ما بين صندوق مغلق اسمه وزارة الانتاج الحربي وحضراتكم معظم الوقت هتلاقون حضراتكم بننقش في المساحة دي نروح ندور على حاجات ما نعرفش عنها كتير ونحاول ان احنا نعرف عنها كتير بعضها هيكون من جوا مصر وبعضها هيكون من بر مصر خلوني النهاردة اخد حضراتكم كده في رحلة ليها علاقة بالادارة واحد من المجالات اللي احنا في مصر مع الاسف الشديد متأخرين فيه جدا هحكي لحضراتكم حكاية سويرة جاية من فرنسا الفرنسويين اكتشفوا انه ما ينفعش ينجحوا من غير ادارة نكحة فعملوا اختراع والاختراع ده يعني انتشر في كتير من الدول الفرنكفونية يعني الدول اللي بتكلم فرنسوي اللي هي كانت تحت الاحتلال الفرنسوي اللي هي فكرة مدرسة الادارة العليا ما حدش يتولى منصب في الدولة من رئيس الجمهورية لعمدة قرية صغيرة وما بينهما من وزير وعضو برلمان واول اخر اللي ولازم يعدي على مدرسة الادارة العليا يتعلم فيها يعني ايه يدير موارد بعضها موارد بشرية الناس وبعضها موارد مالية فلوس وبعضها موارد بنسميها مادية اللي هي بقى حديد اسمنت بيترول الى اخر المشكلة انه احنا ما تحلمناش الكلام ده محدش قال لنا اهمية الامور ده هي فبنتقل بين الحال ان احنا بنلاقي موارد موجودة بس ضائعة خدوا حضراتكم مثال مقابل لما حدث في فرنسا ما يحدث مثلا في دولة زي نيجيريا نيجيريا من اغنى دول افريقيا بل والعالم فيه النفط في البترول ومع ذلك دايما بتلاقي فيه طوابير العربيات واقفة قدام محطات البنزين نفسها تمول بنزين ومع ذلك ما بتعرفش تحصل على البنزين ليه؟ فيه سوق ادارة فيه فساد فيه استغلال للموارد من قبل لخبة قليلة جدا على حساب بقية الناس الرسالة اللي احنا النهاردة عايزين نتناقش فيها مع بعض هو اننا بحاجة لان نتعلم اصول الادارة الحقيقة المفروض ما تكونش بس على مستوى نقول المدرسة للادارة العليا ولكن الف به الادارة وعلى فكرة نيجي في مراحل تانية هنقول الف بسياسة والف باقتصاد والف بعلاقات اجتماعية وعلاقات عمل والف بينك تمشي في الشارع والف بيع علاقات دا دي مسألة ما هيش صعبة هي صعوبتها بتيجي ان ما حدش قلنا ما حدش علمنا ازاي نمشي ونقع ونمشي ونقع لغاية ما نتعلم نقف على الرجلينا من غير ما نقع الحاجات دي ما بنتعلمهاش احنا بنفضل كده التجربة والخطأ التجربة والخطأ التجربة والخطأ لغاية ما بنكون بددنا موارد وضيعنا فلوس وضيعنا فرص وفي الاخر خالص نقول وكذلك سولت لي نفسي هو ده اللي أنا عملته وكنت غلطان فيه خلوني اروح مع حضراتكم كده الحاجة اسمها ابجد هوز الادارة ايه ابجد هوز الادارة دا يعني بمنطقة البساطة ناخد كده سبع خطوات المفروض ان اي حد فينا بيدير مؤسسة حتى لو كانت المؤسسة دي عبارة عن محل بآلة حتى لو بتعمل ترزي حتى لو محل بيكوي هدوم ورشة اي حاجة بالاخر خالص لازم تكون عندك ابجد هوز الادارة اول سؤال بتسأل نفسك انا فين ايه وضع مؤسستي الان يعني تقيم الموقف الحالي من ناحية اهداف المؤسسة ايه عائدها ايه تكلفتها ايه صاف المكسب والخسارة المادية والخدمية للمساهمين فيها والمستفيدين منها يعني بعبارة اخرى بتسأل نفسك انت فين من كل الزواج هو انا في وضع كويس هل ممكن اكون في وضع افضل هل ممكن احسن الظروف اللي انا فيها هل انا ماديا بكسب ببلغ معقول هل الناس اللي شغال معايا حاسين بان هما بيعملوا شيء مفيد ويقدروا بيه ان هما يتطوروا للمستقبل ده السؤال الاولان يبقى انا عرفت انا واقف فين انا دلوقتي بادي من المعادي بادي من شبرة بس فيه سؤال تاني ما قلنا الاف هو انا بادي من ايه به انا رايح فين ايه الوضع اللي ينبغي ان تكون عليه مؤسستي دكانتي محل البقالة بتاعي اه التارزي المفروض نروح فين دي بتبقى اسئلة منطقية انا رايح فين بناءا على فترة زمنية معينة ممكن تكون اسابيع ممكن تكون شهور ممكن تكون سنين وبالتالي انا عايز يكون عندي عائد اكبر لي ولخدمات للناس اللي انا بقدمهم لهم خدمة وللناس المساهمين معايا لو انا في شركة والناس المستفيدين مني انا بيعجبني قوي الراجل اللي بيكون الهدوم في المكان اللي انا ساكن فيه كل مرة بيجود هو بيدفعني اكتر بس شاطر عارف ازاي في كل نقطة يعمل حاجة جديدة فقول له انا مش عارف تجيلي الامصان بل ايه مكسرة يروح بيدلقى حاضر مباشرة قال ايه بعد كده جايب هالي فيه شماعات قبل من كده كنت روح له انا وده له وروح اجيبه منه قال لي لا حضرتك لا تيجي ولا تبعت حد انا هبعتلك حد وبيدفعني اكتر لكن هو عارف ازاي يكسب مني ازاي يري ما هو بيبادل الفلوس برحتي انا هريعك بس دي الفلوس اكتر دي شطارة هو عارف هو كان فين وعارف هو رايح فين وكذا على كل المستويات اللي بيعرف يكسب هو الشخص اللي بيعرف دايما يفكر انا هنا بس عايز اكون هنا انا هنا بس عايز احقق ما اكسب اكتر بس دي بيسألة مش سهلة اوي كده فيه جزء تالت اللي هو الجيم في ابجاد هوز ايه الطريق ازاي انتقل بقى ايه الالية اللي انتقل بيها من الوضع الف للوضع به لو انا هنا وراحس كنديلية اركب القطر ولا ااخد عربية ولا انا اشتري عربية الى اخري ايه المطلوب تغييره ماديا واداريا وثقافيا داخل مؤسس يخدوا بالحضراتكم انا قلت ماديا وقلت اداريا وقلت ثقافيا ماديا ما فو يعني ايه ممكن ااخد قرد ممكن ادخل معايا شريك تاني ايه ممكن احجامل الكلام اداريا اغايل اخلي فلان يشتغل مكان علان اانقل فلان من الادارة دهية للادارة لكن كمان فيه متغير مهم او اسمه ثقافة المؤسسة الناس بتفكر ازاي في المكان اللي هما بيشتغلوا فيه سبوبة اكل عيش ويروحوا الساعة جات الساعة اتنين تلاقي الماس بالساعة واحدة كله مجاهل شنطته مجاهل وبيدور على طريقة يجري بيها ولا لا انا بملك هذا المكان نجاح المكان ده من نجاحي ولازم ابزل المجهود اللي خليه ينجح زي كده الشمس حينما تشرق تشرق على الجميع الاوتوبيس ده بيتحرك بكل كرسي لو الاوتوبيس ده مشي في الاتجاه الصح ووصل للنقطة الصح انا جوه الاوتوبيس فانا هنجح كمان جواه ثقافة المؤسسة مسألة مهمة علوم الادارة بقى قعدت تشتغل على موضوع ازاي تغير ثقافة المؤسسة وثقافة التغيير لغاية ما الامور بقيت عاملة زي كتب الطبيق اعمل خطوات خمسة ستة سبعة تمانية تورسل نتيجة تسعة عشر احداشر اتناشر السؤال اللي بعد من كده هو ايه المعوقات ما خد بالحركة الموضوع مش سهل قوي كده انت مش في نقل كوباية من مكان لمكان ما فيه معوقات فيه تحديات هتقف ضد هذا الانتقال ازاي بقى نتغلم على التحديات دي ازاي نحقق الانتقال ده ازاي نقدر ان احنا نحدد هنا فيه مشكلة هنا فيه شخص غير قابل للتغيير هنا فيه شخص غير قابل للتطور مش عارف احيده ولا حيد تأثيره بيشع فكر وطاقة سلبية في كل المحطين به كل الناس اللي حواليه بيكرهوه كل هو بقى عقب فيه طريق تقدم المؤسسة يبقى لازم اعمل حاجة اغيره من مكانه احيي تأثيره امشي اعمل حاجة بحيث انه هذه العقبة يتم التغلب عليها ممكن يكون المكان اللي انا موجود فيه حاطت علي حاطت علي حدود انا المكان ده مش هيساعدني محل عصير اصب وفكهة وكلام زي كده موجود جوه مكان ضيق جدا فالناس مش عارفة تستفيد منه صاحبه مش عارف يعمله تطوير ما يحصل ايه حاول انك تنقل حاول انك تروح مكان تاني شوف ايه العقبات اللي بتخليك مش عارف تطلع من الف ليه به بالطريقة المنطقية بالنسبة لك واشتغل عليها وغير فيها فيه سؤال كمان مهم سؤال هي هل بقى انا بشخصي وبالمجموعة الصغيرة اللي معايا ممكن يكون بشخصي بس او انا واللي معايا هل بنملك الخبرة والاستعداد علشان نعمل عملية الانتقال دي علشان نعمل عملية التطور ده هيا خطبال حضرتك الكلام سهل الفعل صعب وخطبال حضرتك احيانا الواحد وبالذات في ثقافتنا المصرية بيفترض في نفسه ان الشجاع السيمة انه هيدخل اي مكان يقعد فيه خمس ست ايام وفي الاخر خالص هغير كل حاجة لا 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 الناس بتقول القضارة فهمونا ادخل الاول اعرف حاجة اسمها اعمل خريطة من ماب يعني اعمل خريطة هو نقاط الضعف فيه هو مين كويس ومين وحش هو مين لازم يتغير من مكان ومين لازم يفضل في مكانه احدد نقاط الضعف هنا فيه مشكلة يبقى لازم اشتغل عليها انما النظرية بتاعت انا هدخل وفور الدنيا ومشي ترتربع الناس ووقع الناس وبعضها واخناءات وصراعات والكلام ده انا شخصين بشوفها وكتير من الناس بتعلم الادارة يقول لك دي مراهقة ادارية شخص مراهق شخص بس عايز يمارس السلطة بلا اي منطق يبقى السؤال هل انا وفريق عملي اللي بيشتغلوا معايا عندنا من الكفاءة والخبرة والامانة بحيث يمكن لنا ان احنا نحقق هذا الانتقال طيب لو احنا ما نقدرش يبقى ما نقومش حاجة مدام ما انتش مستعد لادارة التغيير والانتقال من نقطة للتانية يبقى ما تغيرش ما تصلحش حاجة هي اصلا شغالة حتى لو شغالة بربع كفائتها ما تروحش تجري ورا حاجة تصلحها وانت منتش ضامن اذا كانت تصلحها هيحصل ولا هتقلب خراب وده بقى لحضراتكم في مؤسسات كتيرة جدا كانت شغال وحد كده قرر لأسباب يعني سبب أول آخر انه يطورها والتطوير كان عامل زي اللي ايه بيوقع طيارة بدل ما يصلحها خرابها واو قلنا ابجد هوس واو ده ومفرد ان فيه اجابات مقنعة على كل ما سبق خدوا بالحضراتكم عملية التغيير والإدارة والتطوير عملية خادعة يعني ايه خادعة عارف حضراتكم الاية القرآنية اللي بتقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسون صنعة فيه مديرين كتير كتير بيوصلوا للنتيجة دي هو فاكر انه عبقري بيتخذ قرارات واجراءات ومش عايز يسمع وجهة نظر حد انا صح والباقي كله غلط يا عم يهديك يرضيك اللي انت بتعمله ده هيهد الدنيا ما فيش يا عم الامر شورى بينكم اسمع يعني خد وجهة نظر لا عشان كده حضراتكم بنقول دايما لهؤلاء لازم يكون عندك مؤشرات داخلية او خارجية تقولك انت ماشي صح ولا اسهل الفلوس يعني رقم واحد انت بتحقق مكاسب ولا الارباح اكتر مبيعاتك اكتر الناس بتقبل عليك اكتر الناس بتصد تسأل عنك اكتر ولا انت كده ماشي في الدنيا لو انت بتهد الدنيا وفي الاخر الانت بتحققش مش شايف ان فيه تطوير غالبا انت ماشي في اتجاه الصح اتقسف في اتجاه الغلط يسأل نفسك هو كان المفروض يكون الصح ايه ايه هي مؤشرات النجاح ودي لازم تتقال قبل ما تبدأ عملية التغيير او التطوير اصلا لازم قبل ما تبدأ التغيير قبل ما تبدأ التطوير تكون عارف هو انا امتى اكون نجحت او امتى اكون ماشي في سكة النجاح وابقى عارف امتى اكون فشلت او امتى اكون ماشي في سكة الفشل ايه مؤشرات النجاح؟ وخد بالحضراتكم بقى لما يكون الموضوع كبير وشركات كبيرة وحيانا بتنوى على مستوى حكومات يقولك ايه؟ انا عايز كمان جهة خارجية محايدة ونزيها تقوم بعملية تقييم ليا لو الموضوع يخد له سنتين تلاتة اربعة ما انت مش هينفع بقى انت روح موقع الشركة وتوقع مؤسسة وحام بتوقع حكومة وانت كده ماشي بمزاجك لا حد يعملي auditing خارجية حد يقولي انا ماشي صح ولا ماشي غلط ممكن يكون جزء من شغلي ايه رأيكم؟ الناس اللي من بره دي شايفيني ماشي ازاي؟ انت ممكن تكون جوه الاوتوبيس وبتسوقه بس ما انتش عارف انت ماشي صح ولا غلط اللي بره ممكن يكون شايف ان فيه دخان بيطلع من وره بس انت ما انتش شايف انت ماشي وبس فالدخان ده مؤشر ان المطور ممكن تحرق ممكن يولع على هذا الاساس ممكن يقولك لا اركنا عجب شوية محتاج تعمل عمرة محتاج تريح محتاج تفهم اصلا واش السلندر لضرب اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعرفي لها ده هي بعبارة اخرى جزء لا يتجزى مع بيطة التطوير انك يكون عندك مؤشرات نجاح ومؤشرات اخفاق بعضها يكون من ناس جوه المؤسسة وبعضها يكون من ناس بره المؤسسة زين قولنا ابجاد هوز زين دي بقى لطيفة جدا دي اخر حاجة في الموضوع بتاعنا اقول لي احنا بنعملهاش يقينة احنا بنعمل عكسها بالظبط اللي هي ان احنا نضرب جيل شاب ورانا يكون اصغر مننا عشان يقدر يتحمل المسئولين اللي هي بمنطقة البساطة اني اتأكد ان ورايا صف تاني يقدر يشير الشيلة خد بالله حضراتكم احنا بالظبط بنعمل عكس ده احنا اعداء الصف التاني انا عايز اطير رقبة كل اللي جايه لورايا اي حد يبان عليه شوية نباهة شوية ضمير شوية امانة لا طياره عشان احدش كل ما يجي يعمل له تغيير اقول لا ما فيش غير معتز هو معتز هو في حد تغييره ده لو مش المؤسسة توقع ايوة يا عم انا لو كده صح لو ده شغلة معتز هو ده لو انتهى به الحال ان هو اي حد وراه مش موجود يبقى معتز ده فاشل ده قمة الفشر ده بيود المؤسسة في ده لازم يكون الجيل اللي وراك مستعد جدا ويوم ما انت تمشي وراك رجالة وراك ناس تقدر تشير الموضوع كما لو انك انت موجود بالزبط بل اكتر من كده لو عندهم افكار لازم يستمع اليها التطوير مش هيجي من شخص القائد المركب بس من كل الناس اي حد عنده فكرة جيدة القائد الشاطر بيستفيد منها وبيدور عليها في حاجة كده بيسموها ترانسفورميشنل ليدرشيب قيادة تغييرية يعني ايه انا مش بس بغير الاشياء واحط كرسي مكان كرسي لا انا غير الناس نفسها اني اخلي اللي ورايا قائد زي وربما احسن مني هو الحقيقة قمة الشاطارة انك تكون بتساعد كل الناس بتساعد كل الناس بتساعد كل اللي وراك واللي جنبك واللي اصغر منك بس ده ما تبقى متقدم عليهم بتطور نفسك بتاخد كرسات انت تروح تحضر كرسي معاهم يا بص تلاقي كده قاعدين عمل سيشن وجايب ناس ومدربين من اخر الدنيا وتبص تلاقي معالي الوزير قاعد مع العمال السيادة رئيس مجلس الادارة قاعد مع الموظفين اه ده في حاجة جديدة في المحاسبة ده في حاجة ينزل يقعد كل الكلام ده معناه ان احنا بحاجة لادارة مواردنا المالية والمادية والبشرية بطريقة صحة هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن الادارة والقيادة فاصل ونكمل حلقتنا اشتركوا في القناة